فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل أجر الصلاة داخل الحرم كأجره خارجها داخل حدود الحرم كل حرم يا أخي الحرم كل ما هو داخل الأميال فهو المسجد الحرام ولكن ما قرب من الكعبة فهو أفضل الصلاة في مسجد الكعبة أفضل وإلا فالصلاة في مساجد مكة هي في الحرام فضل الله واسع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج نزل في المعلات نزل في المعلات ولم يذهب إلى المسجد الحرام إلا لأداء العمر فقط وفي نزوله أربع تيام في المعلات كان يصلي في مكانه نقول أن خارج الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحرام نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر